اشتركوا في القناة اكد مدرب تيلسي ثم سخل غياب اللاعب المغربي هاكيم زياش عن المباراة الافتتاحية في الدور الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة حيث واجه بطل أوروبا في قريقة كريستال بلس يوم السبت على الساعة الثالثة بتوقيت جرينيش على أرضية ملعب سانفورد بريتش وتعرض زياش لإصابة في مباراة السوبر الأوروبي أمام فيا ريال الأربعاء الماضي بعد تسجيله للهدف الوحيد لتيلسي في المباراة التي انتهت واحد لواحد قبل أن تحسم الأمور لصالح البلوس بركالة ترجيع 6 ل5 وبهذا سيحرم اللاعب المغربي من خوض المباراة الافتتاحية لتيلسي في الدور الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية تواليا بعدما منعته الإصابة كذلك من بدء مشواره مع الفريق الأزرق في الموسم الماضي وقال تخيل في مؤتمر صحفي حكيم زياش سيغيب عن المباراة الافتتاحية في الدور الإنجليزي بسبب إصابته وأضاف إنه ليس بحاجة لعملية جراحية وهذه أخبار جيدة جدا نأمل بأن تستمر الأمور على هذا المنوال ثم اختتم حديثته قائلا من الممكن أن يكون جاهزا لللاعب مرة أخرى بعد أسبوعين نتمدنا أن يحدث ذلك حرمت 8 دول إفريقية من استضافة مبارياتها المقررة على أرضها في تصفيات كأس العالم في الشهر المقبل وبعد اعتبار ملاعبها غير مؤهلة لاستضافة مباريات دولية وبالتالي تقرر إقامة هذه المباريات في ملاعب محايدة والدول التي تقرر إقامة مبارياتها على ملاعب محايدة هي بوركينافاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وجيبوتي وغينيا بيساو وملاوي ومالي ونميبيا والنيجر وجاء القرار بعد زيارة طريق من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ملاعب هذه الدول وبعد مراجعة ملاعب الإفريقية بصورة جاملة في العام الماضي أيضا ووجهت تحذيرات إلى بعض الدول بضرورة تطوير ملاعبها وإلا واجهت المنع من استضافة مباريات دولية وفي إطار التغييرات ستلتقي بوركينافاسو مع الجزائر بطلة إفريقيا ضمن المجموعة الأولى في السابع من شوتنبر المقبل في مراكوش بدلا من وقادوكو وستستضيف مراكوش أيضا مباراة النيجر مع بوركينافاسو في أول شوتنبر كما ستستقبل الملاعب المغربية مبارتين إضافيتين بتصفيات المونديال وهي مواجهة النيجر وبركينافاسو ولقاء الجيبوتي والنيجر وتنافس في تصفيات كأس العالم أربعون دولة من خلال عشرة مجموعات تتأهل الفرق الفائزة فقط للمرحلة الأخيرة من التصفيات التي ستقام في مارس المقبل والتي سيتأهل منها خمسة منتخبات للنهائيات التي ستقام في قطر سنة 2022 رفضت إدارة نادي رين الفرنسي لكرة القدم فكرة التخلي عن الدولي المغربي نايف أكرد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم إصرار ويستهام على التعاقد معه وأكدت تقارير إعلامية أن ويستهام قام برفع قيمة العرض المقدم لنادي رين إلى 20 مليون يورو وذلك بإصرار من مدرب النادي الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب هذا الصيف غير أن إدارة رين ترفض التخلي عنه وتألق نيف أكرد في الملاعب الفرنسية طوال المواسم الماضية سواء مع ناديه السابق ديجون أو الحالي رين ما جعل العديد من الأندية تهتم بالتعاقد معه أبرزها ويستهام في انتظار أن تحدد الأيام القليلة المقبلة وجهة اللاعب علما أن تادرين متشبت بدوره به وانضم أكرد إلى صفوف رين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية خادما من ديجون بعقد يمتد لأربع سنوات ويعد من الأسماء المهمة في صفوف تشكيلة فريقه بعدما أن قدم أوراق اعتماده بقوة يشار إلى أن المدافع الشاب المغربية تلقى تكوينه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يلتحق بفريقه الفتح الرباطي الذي تعلق بقميسه ليحط الرحالة بعد ذلك بالدور الفرنسي كما أنه بات من الأسماء المهمة في تشكيلة المنتخب الوطني الأول بعدما نال تقة الناخب الوطني واحد خليل زيت ضامن المنتخب المغربي تواجده في المستوى الأول لتصنيف الخاص بقرعة نهائية كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 وتسحب قرعة الكاميرون التلاتاء المقبل بالعاصمة الكاميرونية يواندي واستقرت الكنفيدارلية الإفريقية لكرة القدم كاف على اعتماد التصنيف الشهري الأخير الصادر أمس الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة فيفا في تحديد مستويات القرعة وحل أسود الأطلس في المركز الثاني وثلاثون عالميا والرابع إفريقيا في تصنيف الفيفا وبالتالي فإنهم ضامنوا التواجد في المستوى الأول لتصفيات الكأس القارية إلى جانب منتخبات الكاميرون البلد مضم وجزائر وتونس والسينغال ثم نيجيريا وضم المستوى الثاني المنتخب المصري والغاني والإفاري بالإضافة إلى البركونابي والغيني والمالي وتشكل ثالث المستويات من منتخبات موريتانيا والقابون والرأس الأخضر ثم الغينيا بيساو وزيمبابوي وسيراليون أما المستوى الرابع والأخير فيضم السودان وجزر القمر وغانبيا وغيني الاستوائية ومالاوي وإتيوبيا يحتضن الملعب الكبير لمراكش يوم السابع من شتانب المقبل المباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره البركونابي برسم الجولة الثانية عن المجموعة الأولى للدور الثاني من تصفيات كأس العالم قطر 2022 وتم تغيير مكان إجراء هذا اللقاء بسبب تعليق الاتحاد الإفريقي للكرة القدم لملعب أربعة غوشبي وغادوغو لعدم المطابقة وأعلن الاتحاد الجزائري للكرة القدم في بلاغ الله عبر موقع رسمي أن الاتحاد دولي للكرة القدم فيفا والاتحاد الإفريقي للكرة القدم كاف حدد رسميا مواعد وملاعب الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم فيفا قطر 2022 وتابع في البلاغ ذاته وعليه فإن لقاء الجزائر مع جيبوت لحساب الجولة من المجموعة الأولى لمنطقة إفريقيا سيقامه في الثاني ستنب 2021 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبوليدا فيما يلعب لقاء بركينفاس يوم السابع من ذات الشهر بالملعب الكبير بمراكش بالمغرب أجرية مساء ويوم الجمعة مراسم قرعة مسابقة دولي أبطال إفريقيا للكرة القدم ومسابقة كأس الكونفيدرية الإفريقية اتعرفت للفرق وطني على خصومها في الأدوار الأولى ويواجه الوداد الرياضي المتأهل لمباراة التي ستجمع فريقي كيمسر الغيني وقلوب السانوبر الغاني فيما يواجه الرجاء الرياضي المتأهل من مباراة أسكو ديكارا التوغولي وأوليرز الليبيري وفي مسابقة الكاف يواجه فريق الجيش الملكي بالدور التمهيدي نظيره فابلز البنيني اتجرى مباراة الذهاب بالرباط في 9 ستنبر فيما مباراة الإياب ستقام أسبوعا بعد ذلك وفي حال تجاوز الدور التمهيدي سيواجه الفريق العزكري في الدور التمهيدي المكرر فريق شبيبة القبائل الجزائري فيما تم إعفاؤه فريق نهضة بركان من الدور التمهيدي الأول اتواجه في الدور الموالي المتأهل من مباراة التي تتجمع بين بنغردان التونسي والشرطة النجيري